وإحنا برضو بنتكلم على دراما رمضان في موضوع آخر برضو بتثير دراما رمضان والموضوعات اللي بتثيرها الدراما ممكن إحنا ما نتناولهاش حسب ما يتناولها المسلسل دائما كنت بقول لحضراتكو في بداية الحلقة ولكن يكفينا بداية كده قبل ما نبتدي في عرض المسلسلات ونعرف الحكاية الأصلية وكيفية تناولها في المسلسلات إن إحنا نشير للموضوعات ومن الحاجات الحلوة برضو إن هي بتخلينا إن إحنا نقرب من قضايا العائلة مرة أخرى ونشوف اهتمامات البيوت ودي حاجة من الحاجات القضايا المهمة جدا اللي هي مشاكل الأسر قضايا الأسر وقضايا البيوت في دراما رمضان مسلسل كامل للعدد المفروض هيعرضه شاشات المتحدة في رمضان القادم بإذن الله تناقش قضايا مهمة في إطار بسيط وكوميدي هي قضية الزواج أكتر من مرة أو الزواج مرة أخرى بعد حالة طلاء وهنا بقى في كامل العدد البطلة طلقت وموت زوجة البطل المسلسل ده بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس اللي بترجع للشاشة الصغيرة بنقولها حمد الله على سلامة ونورة الدنيا من خلال المسلسل والنجمة أيضا دينا الشربيني والفنان شريف سلامة قصة المسلسل طبعا موجودة في بيوتنا موجودة في الواقع موجودة عند قريبنا عند جراننا في مجتمعنا عايشة بنا عشان كده دايما إحنا منتوقف عند هذه القضايا اللي بتهم الأسر وحتى لو حد مش بيهتم بها شخصيا فهو بيحب أنه هو يتطلع على حتى الحلول عشان يقدر أنه هو يفيد بيها غيره ولكن طبعا فيه كلام كتير جدا لأن فيه ناس تحب تدلي بدلوها فيه ناس تحب تقول رأيها لناس ويا أصلا ما لهاش تجربة في الموضوع تعالوا بقى أن نروح لأهل الاختصاص استشاري العلاقات الأسرية دكتور أسماء مراد هتقول لنا رأيها في الموضوع ده وإزاي منمونية بهذه التجربة يقدر أنه يتخطها ويتخلص منها دكتور أسماء مراد استشاري العلاقات الأسرية برحب بيكي وصباح الخير عليك صباح الخير يا أستاذ هدو صباح الخير لكل مشاهدي قناة دي أمسي دكتور أسماء ساعات الزواج اللي هو رقم واحد فيه الحياة وبيعقبه طلاق أو مثلا موت طرف من الأطراف بيكون بيعقبه صدمة إزاي تم تخطي مثل هذه المواقف دي جزئية وعايزة برضو أخد رأيك في وسط الكلام على القاء الدوق من خلال المسلسلات على مثل هذه الموضوعات اللي بتهم العائلات أولا أنا بحيي كل العاملين في المسلسل أنا طبعا شفته المسلسل رائع جدا بيتناول قضية فعلا حقيقية وواقعية بس في عندي ثلاث نظريات حاب أقولهم الأول في عندنا ثلاث نظريات أول نظرية أن السابق ليهم الزواج بيكون عندهم خبرة بيبقوا عندهم عارفوا إيه المفروض يعملوا إيه المفروض مش بيعملوا ده بيخلي الزيجة الثانية تنجح تمام؟ في عندي نظرية تانية بتقول إن الزواج التاني لما يتم بسرعة بيكون الشخص لسه جواه مشكلات عدم ثقة بالآخرين الآن طول الوقت من الشريك الجديد واخد معي كل الاضطرابات النفسية اللي حصلت له والأزمات وما قدرش يتخطها فبالتالي الزيجة الثانية دي ممكن تفشل لكن في نظرية تانية بتقول إن الجواز لما بيتم بسرعة الإنسان فعلا بيبقى جواه عدم ثقة ومشكلات كبيرة أو بيضل الآن وده طبعا بيخلي الزيجة ما تكملش في ناس بتتعلم من الدرس فبالعكس بتنجح جلسان دي الثلاث نظريات اللي بتحصل وعايزين نقول إن كمان في تقارير لعلماء الاجتماع بتقول إن فشل الزيجة الثانية معدلاته أكبر بكتير من فشل الزيجة الأولى يعني الزيجة الأولى ممكن نقول 35% في حالات الزوج الثاني توصل لـ 65% يا أستاذهبة فالدراسات بتأكد بس دكتور عسماء يعني خليني برضو تواقف معاك عند ما يحدث يعني بعيدا عن النظريات اللي احنا دايما بنعراها حاليا الواقع أصبح مختلف بعض الشيء يعني كل برضو زي ما احنا بنقول كده له كل زمان ولو تقاليع واللي احنا بنشوفها ممكن نسميها ظواهر ممكن نقول تقاليع لكن الفكرة كلها اللي بيحصل دلوقتي ما فيش حد بيتخطى أو بيحاول يتخطى على قدر ما احنا بنقول أو بنلاقي المحاولات انه كل طرف يغيز الآخر بنلاقي هما مثلا الموضوع مسخرين الفيسبوك انه هما مثلا يبعثوا رسال بعض الحاجات المشفرة اللي بينهم حتى ما حاكم الأسرة بتقول انه في مشاكل في القطار ده بقى موضوع الرؤية للأبناء ويعني محاولة إغازة الآخر هي مش إغازة بس هما بيحاولوا ينتقموا من بعض بدل ما يحاولوا يشوفوا ايه المشكلة اللي حصلت في الزواج وايه الحل انه هما يبقوا بعد كده خايفين يدوا العاطفة لبعض وخايفين بعد كده في العلاقة الجديدة فهم بيحكموا على نفسهم بالفشل في العلاقتين اعتقد ان المفروض يعني اما يعيشوا بالمعروف اما ينفصلوا بالمعروف وده نادر الحدوث بس في حالات يا أصدقاء زهبة احنا بنشوفها واقعية بيبقوا أصدقاء يعني مش الصداقة الحقيقية ولكن صداقة من أجل الأبناء خصوصا لما يكون نتيجة الزواج في أبناء نفسياتهم هي رقم واحد بالنسبة لنا فلو هم الاثنين فكروا لهم مش بينفصلوا عن أنفسهم بس يعني مش بيكلش مش كل حد بيسيب التاني هم كمان بيفكروا لهم منفصلين عن أولادهم فالأب حتى لو متأسر مدين أحيان بيعاطب الحرمان المادي والأم نفس الوضع هي مش قادرة تعمل أي حاجة غير الحرمان العاطفي وكتير حالات شكناها كده الحل دايما عشان يتناسوا كل المشاكل يفكروا في أولادهم لو فيه زيجة تانية يفكروا ايه الأخطاء اللي عملوها في الزيجة الأولى ويتلاشوها ولازم ياخدوا وقت يعني احنا قلنا في الثلاث نظريات ينفي ناس تتجوش بسرعة جدا داويني بالتي كانت هي الداء هتلاقي في حالات انتصال كتيرة أول في الزيجة التانية لأن هي تم الانتصال مثلا غزبا عنها بالنسبة للستات طبعا أكيد بالتأثير العاطفي أكبر فتم الانتصال غزبا عنها وهي عايزة تكمل ومش عايزة أعايزة تكمل مع طرف آخر فبتتجوز هي لسه بتحبه أو بتتجوز هي لسه عندها نوع من أنواع العاطفة فبيحصل مشكلة كبيرة جدا والزوج بيشعر على فكرة التظاهر بالشكل العاطفي وكد في العواطف بيظهر والإنسان بيشعر بمشاعة للآخر فبيحصل بسرعة دا كمان يعني هل بيكون برضو سواء راجل أو سيدة الموضوع هو التخطي تخطي صعب بقى التحديات سواء هي بقى انفصال أو غيره أو كانت قصة حب لكن فكرة التخطي اللي هو الأجانب بيقول عليها لك جو أن أنت الترك أو التخلي هل دي مش مشكلة يعني هي أصبحت هي المشكلة الأساسية دي بقتي التخطي أيوة طبعا يعني إحنا في قاعدة فقهية جميلة أوي أنا بحبها هي التخليق قبل التحليق أنا لازم الأول أتخلص من كل الأعراض النفسية اللي عندي أتخلص من كل المشاكل اللي حصلت وبعدين أبتدي على صفحة بيضة تعمل ديتوكس يعني أيوة المفروض هي المفروض تتغلب على كل العقبات دي وأنا شفت المسلسل وعجبني قوي ويوصل فنانة الجميلة يعني إسعاد يونس أن هي إدهع الأكرة يعني عندها استعداد للتخلي في أي لحظة بتجربوا لو ما نفعش أنا خلاص دا قل جامد دا قدرت يب في أي وقت فلازم يسكون في خطة مسبقة واللي شفته في المسلسل هم اللي جاءوا للمتخصص بعد وقوة الفاس في الرأس زي ما بنقول مفروض قبل الجواز كان مفروض 6 شهور على الأقل الزوج والزوجة يعملوا ألفة بين الأولاد يعودوا ويدرسوا بشكل واضح بعيدا عن الرومانسية هي كده كده إن شاء الله ممكن تيجي بعد الجواز أكتر ويكتبوا إيه اللي حصل في حياتك مع زوجك قبل الزواج في الزجتين لأنه يتجوز مرتين وإيه اللي حصل معاك مع زوجتك اللي توفها الله برضو في حياتك ويبتدوا يعملوا بلان أو خطة مشتركة أنا هتخلف يعني هتغافل في أشياء وأنت كمان هتغافل في أشياء كل الزيجات النجحة يا أستاذ هبة فيها نوع من أنواع التغافل الرائع بين الاتنين بحب ومحبة لكن المقطة الخطيرة اللي بنسمعها كتير في العلاقات الأسرية هي أنا هغيره بعد الجواز ودي مقطة منتشرة جدا بين البنات كمان الصغيرين وده فيت البسنيك زي ما احنا بنقول أيوة أنا هاخده أغيره أنا هخليه يبعد عن ممطة أنا هخليه يبقى معي أنا ويسيب صحابه كل دي مشكلة كبيرة جدا نسبة التغيير لا تتخطى 3% لو الطرف الآخر هو اللي عايز يتغير وهنا بقى التغافل عن الأخطاء أو العيوب أيوة وهي موجودة وإنه برضو اعتماد قاعدة اللي هو أنا هغيره أو أنا هغيرها بعدين يتصرزعوا جدا جدا أن هما يتجوزوا يعني في خلال السنة الأولى هتلاقي 3 من بين 10 أزواج بصرحة بصرحة عايز يتزول إما هي عايزة تغيزه أنا لسه مرغوبة أو هو عايزة يغيزها بزوجة ثانية ابعدوا تماما وتلاشوا جدا الخلافات اللي ما بينكم مصرعات مع الأبناء ما تخلهمش ضحايا ومع أنفسكم لأن انت هتبتدي حياة جديدة ليه تاخد معي كل الحال هو دايما اللي بيفضل باصيس لورا بينقلب تاني أيوة طبعا طبعا إحنا دايما نقول أنا هتعلم من تجاربي أصابقة وبعدين أبتدي حياتي وأنا نسياها تماما ولكن تعلمت من أخطائي اللي حصلت فيها يعني دكتور أسماء طبعا الموضوع محتاج حلقات وحلقات لأنه يعني على حسب كل حالة لابد أن احنا يعني ندرسها ونتكلم عليها ونقدمها للمشاهد لأنه الموضوع كبير جدا ومحتاج فرد ليه حلقات لأنه ده استقرار أسر وطريقة كمان تفكير وطريقة تقبل الآخر عايزة أقولك على نقطة بلاش ندخل الجروبات الريساء السرية والرجال السرية وناخد تجارب الآخرين لأنها كل تجربة بتكون تجربة فردية ماينفعش أبدا أنفت كلها والله وحتى ما يدخلوا جروبات يعني برضو أنه على طول الناس بتبادر أن هي تحكي أسرار أسرها ما ده برضو مش صح أبدا طبعا الأسرار دي بنحكيها لما يكون في حد متخصص أو حد من الأسر حكم من أهلها وحكم من أهله لو هم مش قادرين والسرعات كبيرة قوي ما بينهم ياريت ندخل ناس تانية ثقة من أقارب أصدقاء ويتكلمهم مع بعض هو برضو يا دكتور أسماء مش كل قريب محب ومش كل مطلع ومش كل مطلع على جزئية هو مطلع على باقي الأمور ومش عارف كمان وجهة نظر من الشخص الأرض أحسنتي لأنه ممكن يبلغوا الزوج أو الزوجة كلام بيتحور أو حاتف فيهمه برضو عشان تكون يتنبري أيوة فعلا ممكن يكون حد يعني شفنا حالة غريبة جدا إنه كان معجب بالزوجة ومش بيحاول يصلح لأ وبيحاول يفرق عشان كان عايز يجوازها مثلا يعني إحنا مش بنعمم أكيد دي حالات فردية بس دايما نخلوا أصراركم مع بعض ومعظم الخلافات اللي حصلت وأسباب بالطلاق ابتدت بأسباب ترفها عند عربية عنده بيت هي جميلة هي كذا مركزوش على صفات الفردية لكل شخص ومنهم ومركزوش أنهم يبقوا مجتمعين ومتفقين هيعملوا إيه في حياتهم بشكل عاملي يعني دايما نقول فكري في إسبوع كامل فكري في شهر كامل فكري السنين هتعيش إزاي مع بعض في التجارب الاجتماعية والاقتصادية كل حاجة مع بعض في الحياة بغض النظر عن الحياة الرومانسية اللي كله بيحاول يظهر أحسن ما عنده وبيتلاش شخصيتهم الحقيقية إن هي تظهر لبعض بشكرك دكتور أسماء مراد السشارة العلاقات الأسرية وللحديث بقية لأنه الموضوع ده زي ما قلت كده مش هينفع نحن نلمه في حلقة أو اتنين